السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنشارك معكم وجبة الغداء اقتصادية بدون لحم ولا دجاج بوصفات متنوعة نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم نبدأ بسم الله أول شيء نحضر شرمولة فلنسح جميلة جميلة سلسل كببطة توتبها نضيف التوابل تحميل ثانية تحميل خرقوم وضيفت سودانية كمية قليلة كمية قليلة فضفتها وضفت كذلك قصبر حبوب مطحون سوف نطحن الكل مع بعض انا هنا حضرتك ككمية مناسبة قلت اني حتى لا بقتلي فأنا سوف نطحنها في تلاجة تنفعني النهار اخر سوف نطحن الكل مع بعض اما تطحنها في الطحانة او تحضرها في المهراز المهم سوف نطحن القرعة و نغطي لها بشوية زيت الزيتون و نطحنها في تلاجة سوف تبقى لكم حتى الشهر لا تضيع لا تفسد متحجة واخرها شهر لا تسليم لها سوف تحضرها في المجمد او مهم او ممكن تحتفظ بها في المجمد او مهم سوف تكون هذه الشرمولة فسوف تنفع كثيرا 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 سوف نحضر الوجبة سوف نشرب السلدين لكي نجعله و تشرب جيدا السلدين لكي نضيف بشكل كثيرا 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 سوف نجعله جيدا كثيرا 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 و نخلط كل كل سوف نكتب على سردين لها بعد أثناء السلدين لكي يتسقطر و نقوم بإدفع ثم نغطيه و ندخل لتلاجة لما نكمل تحضير باقي الوصفات لنكمل الخلطة باقي بسافر يجب أن يلبس بطبقة خارجية رائعة و بنينة والداخل يكون سردين طريق و شرب الشرمولة و لا يبقى مجهد و قوي سوف نغطيه و ندخل لتلاجة و نحضر الشرمولة التي ستحتاجها في الدنجال و المحمودة حتى يأتي رائع هذا النوع السلطات أو المقبلات يمكن أن يبقى لكم حتى الأسبوع في التلاجة يضيع كل نهار في المقلة كمية زيت الزيتون كمية زيت الزيتون و تحافظ على المقبلة و لا تفسد أضفت معلقة كبيرة و الملحة و التحميرات و الملحة و التحميرات و الملحة و التحميرات سوف نجعل الشرمولة تقل نحن نحن فرق سوف نظيف نحص سوف نزيل نحن فرق يكون طري و مضع الوزوين او فلحته على 4 رشت عليه شوية ملحة و فورته او يعني تسلقه المهم كل واحد و الطريقة يحتل المهمة يشرمه خضر و يطيبه في الطنجرة او في الكوكوت المهم كل واحدة تدير الطريقة سوف نفكركم بهذه المقبلة يعني تقدموها في الموائد الغداد ديالكم خصوصا ان هذا التنجل تمانديلو جدا مناسب 3 درهم حتى 4 درهم الكيلو يعني هكا الواحد ينوع به سوف يبدأ ان اخذ التنجل ديالي و نبدأ ان ندوز مزيان داخل الشرمولة باش كي تشربها نحاول ان نضغطو عليها هكا الى داخل بوحد المعلقة باش هكا ديك الشرمولة سوف نستمره حتى نكمل الكمية ديال التنجل ديالي كاملة هنا بعد ان اشربتو مزيان كي تقول لكم فهذا النوع ديال هذه السلطة بحل التنجل محماض الجازر محماض الشيفلور يمكن تحضرهم بكمية و تحتفظوا بهم في التلاجة لكي يبقى لكم حتى الأسبوع سلقت من قبل البربا كذلك حتى البطاطا و سنجعلهم تتبيلهم الزيت مع بعض المعتنوس والدلت فبطاطا سلقت من قبل البربا و تقدروا بكمية البصيلة صغيرة و تضيف حمضة و نضيف حمضة ثلقت من قبل البربا و نضيف حمضة ملحة و كامون و نضيف حمضة مضاق رائع و تستخدم المعضة سلقت بكمية و سلقت بكمية و تكون هذه السلطات التي سوف نرافقها في المعثر أو في وجبة الغداء سلطات المتنوعين و اقتصاد دائما نحاول ندخلوا مئة الخضر في الوجبات سوف نقدمهم في طبي صلاحات التقديم و نحيدهم عليهم و نضيفهم في البلاطون و نجعلهم جانبا يكونوا عندي وجدين بالنسبة للتنجل التي تبقى لها نضيف حمضة علبة و تجربة و تجربة و الزيتة و نقوم بسده و لا يضيع و لا يسد يكون من 4 ايام و 5 يام حتى السمانة و لا يكون السمانة بالعكس بشكل مبقى في الشرمولة و يتشربها و لا يكون لها و لا يكون لها ألد و ألد قدمت هذه الشليدات التي لها و اخليتهم جانبا و نقوم بكمية و نقوم بتحضير السردين في الإناء قدمت تقريبا نسلافة صغيرة و نقوم بتحضير ملحم و تحمير و نقوم بتحضير خرقوم و نسم بالزعتر و نقوم بتحضير خليط من الأعشاب المنسيمة يعني بحل دوكليزير بدو بروفنس و نقوم بتحضير السردين و نقوم بتحضير السردين طبع خلال الجزء سنضيفون لله و الجزء الثاني هنالك يبقى شف ممكن تضيف معه مثلا و نقول اي شابلوغ بانكو و نضيف معها و نضيف خبز و نتحون مهرمش و تضيف معها فرقائق كجيت كورنفليكس الدورة كورنفليكس حتى يكون يكب مكورمش بالنسبة للكمية الأخرى الدقيق سأرى ما زادتیں يجب أن نحصل على خليط خفيفة و لا يكون نتقل يمكن أن نضيف البيض و تكمل البيض يمكن أن نستغناء على البيض في بعض الوصفات بما أن الثمن مرتفع يجب أن نضيف البيض و تكون قوام الخليط يجب أن نضيف الخليط يمكن أن نضيف الخليط يمكن أن نضيف الخليط و تكون قوام الخليطة يمكن أن نضيف الخليطة يمكن أن نضيف الخليطة نستمر بل نفس الطريقة ثم نكمل السردين كامل ثم نقوم بكمية الزيت النباتية و نبدأ نقليف السردين حتى يطبها من الجهة الأولى و نقلبه إلى الجهة الثانية يمكن أن تدخل الفران يمكن أن تغلفها بورقة الطبخ و يمكن أن تقوم بتغفير الزيتن لأنه يطبع لكم من الجهة الثانية ثم نقوم بتغفير قليل ثم نقوم بتغفير الزيت الأولى و نفرح إلى ورق لينقوم بتغفير الزيت و قومت نقوم بتغفير اسم ونقوم بتغفير السردين كاملا هنا في جانبا أقوم بتغفير في مقيلة كاس الصلصة الطماطم دائما نشاركها معكم على القناة كثير من البنات الذين يجربوها ومعتمدينها نضيف ملحة ووريقة سيدنا موسى ونضيف معلقة صغيرة الشرمولة نرافقها مع السردين بأخرى لم نرى ولكن يجب علينا التغمس إما مقبلة زعلوك وينجحة متفيدة على كل المسابس وقوم بحجزة ثم نشكر منصف وضيفتها كذلك على المقطع ونضيف زيتون ونضيفها كافية منصف ومسابس أكثر خلطة مستعدة وخلطت بشكل غير ونضيف شوك ونضيف واكور يجب أن أعطيه واحد لمادق زوين سافي قدمته هنا في الطبق للتعجين لنجاني هكي فرشت له شوية الأوراق الخاص ونقدمه بهذا الشكل هذا رشيت عليه شوية البصلة كذلك ترنش الحامض والله هم أدمها نعمة وحفظها من الزوال وهنا الصلصة بعد الموجدات وهذه هي الغذيوة بدون لحوم او دجاج اقتصادية وبنينة بساف وتتحضر بسرعة لا تطلب مجهود او وقت طويل في التحضير السردين مشرمل ومتبل وبنين بساف بالطبقة خارجية مقرم شوك يجير طب وبنين من الداخل مع المقبلة او السلطة الدنجال مشرمل ومحمد السلطة البربال والسلطة تماثم ممكن ترافقوه مع سيتخوناد او عصر الحامض والدفاح المهم انا هاد المرة هدي موجدوش رفقتوا هكا مع شوية ديالتسير اللهم ادمها نعمة وحفظها من الزوال اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو وتكونوا استفتوا منه ولو بالقليل في انتظار اقتراحتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بصحة والراحة وإلى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم